وحيكون معانا عبر الهاتف دلوقتي الكابتن محمد رمضان هاتلر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكورت اليد مساء الخير عليك يا كابتن محمد مساء النور عليك يا نجمة وممسوط ان انا معايك النور شرفين اكيد طبعا يا كابتن محمد وطبعا في البداية عايزين نقولك هارد لك وهارد لك لمنتخبنا منتخب الوطني للشباب على الخسارة ولكن قدوا اداء رائع حقيقي طبعا يعني الفريق مقابلته اكيد ما كانتش سهلة امكانيات ضخمة لفريق فرنسا قدرنا نجريهم ونوصل للمستوى ده وكمان نخسر بنتيجة نقطتين بس فطبعا يعني ده شيء كويس جدا اكيد طبعا فريق 98 فريق محترم وبصراحة هارد لك النهاردة عملوا اللي عليهم وعملوا اللي عليهم طول البطولة بصراحة عملوا مشات كويسة جدا وقدروا يدروا يدروا بقى جداوي في معاعتهم كذبوا اصلا فرنسا اللي هي كذبتنا النهاردة في مركز النهاردة كانت تتحدد من يوصل للنهائي والحمد لله يعني هم عملوا عليهم وفريق فريق محترم وفرير الدلاء وأرضي لك كابتن طري محروس كابتن هاني الفخراني عملوا فريق بحترم قد المسؤولية وعملوا عليهم بس النهاردة توفيه ما تمشي معهم يعني كابتن محمد من خلال بقى خبراتك عايزين نعرف منك ازاي قدروا يقنعوا الناس انهيات تبعهم يعني حضرتك عارف بطبع كورت اليد ما بتاخدش نفس الشهرة في مصر للأسف زي كورت القدم ولكن في الفترات الأخيرة لا الناس تردت تتابع كورت اليد وتديها حقها وتابع طبعا انجازات المنتخب الوطني وانجازات الاهلي والزمالك عايزة عرف منك ازاي الفريق ده فريق الشباب ادروا يقنع الناس ان هم يتفرجوا عليهم ويتابعوهم وادروا يخلوا الناس كلها تتابعهم عشان بأداءهم صراحة هم ادروا يفتروا الانتباه مش فينا احنا بس العالم كله الاتحاد الدولي دي يشيط بأداء المنتخب وعمل مرشات كبيرة جدا احنا في 8 من السعادة دعمين واسكر قوي جدا اي نعم واسكر داخلي في النادي بس مرة نصحوا بالليل وامرين قوي جدا عاملين عادات بدني قوي عشان احنا نقابل فريق مستهل احنا نقابل في 8 اللي هيكسب من سدني وكيل الالماني وطبعا كيل الالماني هو اللي هيكسب فهنقابله ففريق ده انت عارف ان هو باتل اوروبا ودايما بياخد دوري في المانيا وفريق محترم جدا بنستعد له كويس قوي عشان ان شاء الله نعمل حاجة كويسة ونظر لو كسبنا ان شاء الله نلعب بالسيمي فاينال بإذن الله بإذن الله في النهاية تعليقك ايه ايضا على الصفقات اللي تم ضمها لنادي زمالك يعني اتنين لعبين من الاهلي ايضا فيداء لعب من سموحة لعب من الجزيل عايزة عرف تعليقك ايه من وجهة نظرك ومن خبراتك بصراحة هم العيبة اصلا من قبل ما يقولنا احنا كنا من السنة يكون موخين معنا وهم اغفة قوية جدا للفرقة هيفيدونا ان شاء الله السنة دي وان شاء الله يبقى وشيهم حلوا معانا ان شاء الله في كاس العالم هنزا نبدأوا بداية قوية جدا ان شاء الله نفرح بيها جمهور مصر ونفرح بيها جمهور الزمالك اللي متعود من فرية الكماندو زي من على تحقيق الصعاب وتحقيق البطولات وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحق الانجاز اللي احنا قبل كده ثلاث عالم ويمكن ليه لا ربنا يكرمنا ونوصل للنهاية بإذن الله بإذن الله تحياتنا ريك كابتر محمد رمضان هاتلر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرت اليد